من يزور سوق الشنين في التعزي القديمة؟ يتوقف برهة يتأمل المشهد العديد هنا من التجار قد غيروا مجالات عملهم من بيع الأقنشة والمنتوقات الشعبية ومن يرتبط بالتاريخ المدينة وإرثها الثقافي إلى محلات لبيع السلاح الذي يعرض على واجهة المحلات بطريقة ملفتة للنظر وتبعت على التساؤل عن من يتحمل المسؤولية في خلق وإبراز هذا الواقع بطبيعة الحال من يتحمل مسؤولية الفوضى الأمنية والإنفلات الأمنية داخل مدينة التعز هما الجهازان الأمني والعسكري داخل مدينة وذلك بسبب أن كثير من الأشخاص الذين ينتمون لهذه المؤسستين متورطين بهذه الأعمال الججرامية داخل مدينة هناك قتلة بين المدنيين هناك اشتباكة شبه يومية داخل المدينة بالتالي على السلطات المحلية وأيضا السلطات الأمنية والعسكرية تحمل المسؤولية الكاملة تقاه هذه الجرائم لم يعد السلاح في التعز حصرا أو قصرا على أحد لقد بات في متناول اليد وبين ساعة وأخرى ويوم وآخر نسمع ونشاهد ونقرأ عن مسلسلات القتل والاعتداءات والاختطاف واقتحام واسسات الدولة المدنية والعسكرية وفوضات تملأ أزقة وشوارع وأسواق المدينة وهي نتيجة طبيعية لسلاح المنفلط الذي صار بابا من أبواب الجحيم لا يؤصد إلا بعودة هيبة الدولة الإنفلات الأمنية في التعز بصراحة زاد عن حده ما فيش رقابة ما فيش الأمن أصبح ضعيف جدا صح أنهم عملوا كاميرات وأشياء مراقبة لكن المشكلة أن الميليشيات تقريبا من نفس القاتل الأمنية بنفس الوقت القتل منتشر كثير السلاح منتشر في كل مكان في التعز خربوا البلاد خربوا العباد قاتل أصباح كل يوم كل يوم قاتل كل يوم أموات كل شيء أصباح تعز ما لاش أي أي كلام ولا لا أي كيمة هكذا شكل غياب الدولة في تعز مناخا تتصاعد فيه ظاهرة حمل السلاح بشكل مخيف وبروز ثقافة دخيلة جعلت السلاح في تعز هو سيد اللحظة الزمنية تعز التي تقدرت في أثان الناس أنها مدينة الثقافة باتت اليوم مكسوفة حزينة وقطغت عليها ثقافة حمل السلاح الذي جعلها تعيش أسوأ عهود الفوضى وأسوأ مراحل الاضطراب الأمني والمعيشي والإنساني عواد الوهباني اليمن اليوم تعيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر